واعتقد ان احنا كنا نتكلم على ان الارسايت فاسيليتيز هي الحاجات اللي متعلقة بالطيارة ومتعلقة بعملية الطيران نفسها من مكونات التصميم اللي في المطار واتفقنا من المرة اللي فاتت ان الارسايت فاسيليتيز اللي التعلق به نحنا كمهندسين وممكن نتعرض لتصميمها في الكورس ده هي الرانوي او المهبط او المدرر او الممر الرئيسي اللي هو بيتم عليه عمليات الهبوط والاقلاع وهو حالة خاصة للطريق وزي ما اتفقنا هو طريق لكن الفيكل بتاعته هي ايركرافت تمام فحنبتدي نتعرف على ايركرافت دي وايه الحاجات اللي تخصينا فيها عشان لما نيجي نصمم الرانوي والتاكسي واي اللي هو الممر الجانبي نبقى عارفين احنا بنصممه ازاي فحيبقى مطلوب مننا في الكورس ده نحن نصمم رانوي نصمم تاكسي واي اللي هو الممر الجانبي او الموازي والممرات الخروج برضو الاكزي تاكسي واي لانه الرانوي ده زي برضو ما قلنا المرة اللي فايت الحاجة مكلفة فعايزين نزود الكباستي بتاعته عشان ما نضطرش نعمل اكتر من رانوي او كتير يعني اكتر من اللازم هو فيه طبعا بعض المطارات بيقى فيها اكتر من رانوي وهنقول ايه الاسباب لما نيجي نتكلم في موضوع التصميم لكن عايزين بقى نخلي الرانوي دي بقى سرع ما يمكن عشان نزود الساعة بتاعتها فبيبقى عندنا ممرات جانبية او تاكسي وايز دي برضو هنتعلم مع بعض في الكورس ده نحن نصممها فيه الابرون اريا لمنطقة الانتظار للطيارات فيه الهولدنج ابرون في بداية الرانوي ودي بتبقى منطقة انتظار للطيارات عشان خطر تدخل ورا بعضها كده تعمل عمليات الاقلاع اللي هي هتعمل عمليات اقلاع وتبقى ممكن تكون منتظرة انشغال الرانوي لو فيه طيارات جاية من فوق وبتعمل عملية الهبوط فيه البوابات اللي هي المناطق بتاعت انتظار الطيارات عشان يعملوا البوردينج والأنبوردينج اللي هو نستركب أو تنزل من الطيارة فكل الحاجات دي هي الحاجات متعلقة بالإيرسايت فاسيليتيز واللي احنا يعني يختص بيها الكورس دو اللاند سايت فاسيليتيز الحاجات اللي ليها علاقة بالجزء الأرضي بقى من المنطار هي عبارة عن أول حاجة تيرمينال بيلدينج والتيرمينال بيلدينج ده اللي هو المنطقة اللي بيتم فيها إجراءات الصفر فطبعاً بيبقى فيها الجوازات والهجرة وتلقي الأمتعة ومقرات شركات الطيران وفاصيلة إسباءة كتيرة لها علاقة بالباسنجر موفمينت إن يكون عندنا الراكب لما بيدخل مع شونته وبيبتدي يسلم شونت دي اللي ما كان يعمله فيه باجتش هاندلينج وهو يبدأ يتحرك في المطار براحته ده لو هيسافر ولو راجع بينزل من الطيارة برضه وبيبتدي يسلم شونت بتاعك فحركة الراكب في المطار سواء قبل ما ياخد رحلة أو بعد ما يرجع من رحلة بتبقى متعلقة براحته يعني هو بريء آدم زينا فعنده احتياجات البني أدمين العادية عايز أكل لو جعين عايز شرب لو عطشان عايز مكان يصلي فيه عايز حمام عايز صيدلية لو تعبان الحاجات دي كلها بتبقى موجودة عايز اتصالات عشان يرتب لرحلته وصفره وكلام من دول فكل حاجات دي كلها مفروض بتبقى موجودة في الترمينال بيلدينج اللي هو موجود فيه طيب بس كده هو البني أدم ده برضه عشان يروح الترمينال بيلدينج ما هو بيروح عن طريق مواصلات فالمواصلات دي حاجة من اتنين يا عربية خاصة يا إما رايح راكب public transportation فلازم يكون في public transportation facilities أو حاجة بتوصل لحد المطار أو مترو أو سابوي أو حاجات من دي أو parking facilities لو الناس هتروح بعربيات خاصة فيبقى فيه أماكن للناس عشان تركي العربيات بتاعتها طيب إحنا هنبتدي الأول اللي قلنا هنبتدي بالطيارة لأن دي الفيكل بتاعتنا خلاص فهنبدأ بأول حاجة ليه الطيارات مهمة ولازم إحنا كمهندسين مدني ندرس الفيتشيرز بتاعت يعني إحنا ليه مهتمين قوي بموضوع الطيارات ده ممفروض يكون الطيارين ومهنسين ميكانيكا الطيارين هم المهتمين بالموضوع ده أكتر مننا هم مهتمين في اللي يخصوهم وإحنا لازم نهتم في الجزء اللي يهمنا إحنا كديزاينرز الطيارات الحقيقة إحنا من زمان وإحنا من أول ما داخلنا سنة أولى وإحنا قاعدوا يقولوننا إيه حاجة عشان نصممها لها شرطين حانت فاكر الشرطين الإيكونومي والأمان صدق إنها تكون قصادية تمام تمام طيب سيف هنتكلم في موضوع السيفتي ده كمان شوية لكن الشرط التاني اللي هو إيكونوميك كل الحاجات اللي إحنا كنا بنتعلم من صغرنا إن إحنا لما نصمم لازم يكون المخرج بتاعنا أو الديزاين بتاعنا أو الأدبوت بتاع الديزاين لازم يكون إيكونوميك طيب لو بدنا نعرف إن مصاريف في الطيران 85% منه يعني يقولك مصاريف التشغيل في عملية الطيران أو النقل الجوي عموما ما شي؟ قالك مصاريف النقل الجوي بالكامل بالكامل الجوي عموما قالك الطيارات وتشغيل الطيارات وتكلفة الطيارات بتاخد 85% من التكلفة تمام؟ المطارات بتتكلف 10% فقط ماشي؟ والباقي الخمسة في المئة البقيين بيبقوا حاجة سمع نافيجيش نتشورجيس الدول بقى بتبتدي تدي فلوس كده لبعضها عشان خاطر طبعا طبعا ليه دول؟ لأنه الـ Air Transport System ده بيزنس كبير جدا ما بيمتلكوش أشخاص عادة يعني بيمتلكو طبعا ما يكون بيزنس كبير جدا وبيتكلف مليارات فالأشخاص ما يقدروش يمتلكوه فبتمتلكوا الدول حشان كده تلاقي معظم شركات الطياران يقولك ايه Air Egypt Air مش كده مش شركة الطياران بتاعتنا اسمها Egypt Air الرئيسية يعني و و و و اللوفت هانزة اللي هي الطياران الألماني و Air France كل الطياران لقى انه بيزنس كبير جدا وبيتكلف فلوس كده فبتمتلكوا دول ففي نافيجيشن تشورجيس بيدفعوها البعض ماشي مقدرها 5% طب لما يبقى الطيارة وتشغيلها بتكلفني 85% يبقى الطبيعي ان انا احاول اعمل ايه اخلي المطار يتغير عشان يناسب الطيارات اللي هي بتكلفنا كتير جدا فبيقولك كده This has resulted in a natural tendency for the airports to accommodate any changes in aircraft design and performance يعني ايه الكلام ده ان يبقى فيه كده ميل طبيعي من الناس الديزاينرز اللي بيعملوا المطارات انهم يغيروا المطار على حسب خلاص الطيار تمام؟ طيب الكلام ده عشان ايه؟ طبعا to maintain the trend to lower air direct operating cost اللي هي aircraft direct operating cost اللي هي يخفط مصاريف البيزنس الكبير جدا ده تمام؟ طيب هي الفكرة بقى اللي هي صمحتها دكتور فضلا او مش مفروض الخمسة في المائة دول كده انا اللي هيخدهم مش هتبقى مصاريف تشغيل الدولة اللي بيقى فيها المطار يعني؟ انت بتدفع زيهم ويمكن اكتر منهم انت بتاخد من دول وبتدفع لدول تاني تمام؟ بفيه فلوس كده متبادلة ما بين الدول عشان خطر الـ Navigation charges Z تمام؟ فهيه وبغض النظر عن الخمسة في المائة دي خلينا الاول في النسبة بين العشرة في المائة والخمسة وثمانين في المائة لما يكون المطار بيتكلفني عشرة في المائة والطيار بتكلفني خمسة وثمانين في المائة مين يمشي ورا مين ومين يحاول يناسب مين؟ المطار تمام؟ طيب الفكرة بقى كمان فيه كده تشارت عديم شوية خلاص. بس أنا عايزة أورهولكو عشان تاخدوا بالكو من ايه. التشارت ده المحور الأفق فيه قال لك يورف سيرفس انتري من أول سنة 1910. من أول ما بدأ التيران المدني يعني يأخذ يبتدي يبقى افليبل للناس. تمام؟ والمحور الرأسي قال لك المتطلبات بتاعة طول الرنوي. ماشي؟ التشارت ده طبعا هو الحد 1990 هتقول لي قديم هقولك اه ما فيش مشكلة بس أنا عايزة منه تفهم حاجة واحدة بس. خلي بالك كده ما بين العلاقة ما بين طول الرنوي المطلوب للمطار عشان خاطر الطيارات تعرف تعمل عمليات هو بوتو الإقلاع منه. وما بين السنين ما بين التطور خلال السنين. بص كده في البداية خالص سنة 1910 كان الرقم قد ايه. وبدأ لما وصلنا مثلا من سنة 1990 بقى عامل ازاي؟ ماشي؟ اخدين بالكم من الترند اللي في البداية كان اكسبونينشل. حد فهم العلاقة الاكسبونينشل عاملة ازاي؟ هلو؟ هو ما فيش ماوس دكتور. أفندم؟ ماوز. مافيش ماوس؟ اشعور لك اهو. بص ايب. بص ايب. من اول هنا 1910 حد بص كده لحد نهو. اللي هو 1955 مثلا. شايفين العلاقة عاملة ازاي؟ مش بس طردية. مش بس طردية. مش بس طردية. طردية واكسبونينشل. يعني ايه اكسبونينشل؟ حد عارف العلاقة الاكسبونينشل في الرياضة اللي هي ايه؟ كيرفي شوية لكن. ايه قص ايكس؟ لا كيرفي وطلع لفوق. كيرفي وبيزيد قوي. علاقة قصية. اه علاقة قصية بالزبط كده. ماشي؟ فيعني لما يكون كل ما السنين تعدي كل ما تقول الرانوي يزيد زيادة كبيرة جدا. تمام؟ وبعدين بدأت بعد كده العلاقة تقلب شوية هي من بعد سنة 1970-1980. لانه هم عدراكوا ان انا بطور في محركات الطيارات. بس انا عايز طول رانوي طويل. طبعا طبعا الحاجة هي ام الاختراع انت اكيد عارف كده. فالاول كان كل همهم ان هم يعرفوا يرفعوا الطيارات عن الارض. خلاص. وده كان هم الناس في البداية وده شيء طبيعي لانه كان بالنسبة لهم معجزة ان هم يقدروا يخلوا الطيارات طير اصلا. تمام؟ فخلاص انا محتاج لها طول رانوي قد ايه؟ هارصف وهجهز الرانوي ده. لما بدأت تزيد قوي في طول الرانوي فابتدوا يحاولوا يطوروا محركات الطيارات بحيث ان ايه؟ ان ما يحتاجش طول الرانوي الطويل قوي ده. فابتدى بعد كده الطول يقل شوية لو خدتوا بالكم بدايتها من الف سوامية وتمانين. تمام؟ بس ما زالت القيمة اللي موجودة هنا سنة الف سوامية وتمانين مقارنة بالبدايات احنا هتنتكلم في اطول رانوي اتناشر الف فيت. فاثناشر الف فيت دي حد يعرف يعني يعدي ايه؟ كم متر؟ اربع تلاف متر. اربع تلاف متر بالضبط كده. اربع تلاف متر يعني بنتكلم عن رانوي طول 4 كيلو. ده رقم مش قليل. وبعدين رانوي لما هنيجي نتكلم عن تصميمه هلأ رانوي زعاد ده بيوصل لستين متر وبريكوارمنتس معينة وبسترنس معينة تمام؟ فالكلام ده احنا مش بنتكلم عن حاجة رخيصة احنا بنتكلم عن حاجة ايه؟ مكلفة. تمام؟ طيب. الشكل اللي انا بكلمكو عنه ده الغرض منه ان انت تعرف بس ان الموضوع تطور خالص من بداية الطيارات يعني. تطورت والتطور فيها كان سريع جدا من بداية اختراع الطيارات ومن بداية العمل في الطيران للمداد. تمام؟ طيب. احنا بقى كمهندسين ده معناه ايه؟ انا لازم نولي اهمية كبيرة جدا لخواص الطيار. تمام؟ طبعا مهندسين ميكانيكا طيران. وطيارين وبيعرفوا عن الطيارات حاجات يمكن تكون اكتر مننا. لكن احنا كمهندسين مدني فيه حاجات معينة احنا عايزين نعرفها ولازم نعرفها عشان نعرف نبدأ عملية تصميم المطار. تمام؟ ايه بقى الحاجات اللي اهمينا احنا كمهندسين مدني؟ قال لك خواصة الـ Aircraft characteristics which concern the civil engineer. ماشي؟ قال لك اول حاجة الـ Weight components. مكونات وزن الطائرة. تمام؟ فحنتعرف مع بعض على كل حاجة من الحاجات دي واقولهم الـ Weight components. بعد كده قال لك الـ Wheel Loads and Wheel Configuration. احنا ترتيب العجل لبعضه بيبقى شكله عامل ازاي؟ يهمينا ليه ترتيب العجل لبعضه دون؟ عشان ده في الاخر هيحدد المساحة اللي انا هوزع عليها الضغط او الاستراس بتاع القوة اللي موجودة واللي بالتالي هتوقف عليه موضوع التصميم. حجم الطيارة. بـ Size of Aircraft. حجم الطيارة لما نيجي نتكلم عنه هبتدي نتكلم عن الـ Wing span عرض الجناحين عن الـ Lens عن طول الطيارة بالكامل عن الـ Height عن حاجات كتير فيها هنتكلم عنها لما نتكلم على Size of Aircraft. حاجة اسمها الـ Minimum Turning Radius نصف قطر كده للدوران بيتحدد من شكل الطيارة وشكل ترتيب العجل بتاعها وحنتعلمهم مع بعض نحسبه ازاي؟ سرعة الطيارة وسعة الطيارة. تمام؟ فحنبدأ بحاجة حاجة كبرضو مثال على انه الطيارات بتتطور ماشي فاحنا عارفين ان كل ما يزيد طول الجن الطول الـ Runway فأكيد بنتكلم عن طيارة وزنها ايه؟ اعلى او طول الـ Runway المطلوب عشان الطيارة تقف او تعمل اقلاع؟ وزنها اعلى. تمام؟ ماشي؟ فاحنا عندنا هنا الشكل ده علاقة على الافق ما بين الـ Take Off Field Length اللي هو الطول المطلوب عشان تتم عملية الاقلاع بالـ Feed وعلى المحور الرأسي الـ Wing Loading حمل الجناح ماشي؟ بالـ Bound على Feed تربية. فبرضو الرموز يا شباب الصغيرة دي اللي هي ايه؟ مثلا كبرال مثلا الـ 10 49 مثلا DC 4 مثلا DC 3. الرموز دي رموز اسامي تيارات. فوق على يمين مثلا فيه CONCORD 707-120 ماشي. فيه DHC 7 على الشمال خالص فوق. فيه AILANDER تحت على الشمال تحت. دي اسامي وموديلات طائرات. ماشي مش مطلوب مننا خالص نحفظ اي حاجة. الشكل ده بس بيدل على ان الوزن بيزيد كل ما الوزن بيزيد كل ما الـ Take Off Field Length بيزيد. اول وينجي لودنج يا دكتور بيعبر عن وزن الطائرة كله ولا وزن الجنح بسه؟ الوزن الواقع على الاجنحة احنا هنتكلم عن مكونات الوزن واحدة واحدة دلوقتي. ماشي؟ خلينا نتكلم عنهم. هنبدأ نبسط كده ايه الويت كومبوننتس اللي احنا كمهندسين مهتمين نعرفها. فيه عندنا حوالي ستة ويت كومبوننتس. هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل. اول حاجة اسمها الـ Operating Empty Weight. وزن التشغيل الفارغ. بعد كده الـ Maximum Payload. الحمولة النافعة. يعني ايه بالانجليزي حد عارف؟ ادفع. ايه بالانجليزي الحمل المدفوع. او الحمولة النافعة. اللي بندفع عليها اجر. اللي هي ايه؟ الركاب والبضايا. تمام؟ الـ Maximum Zero Fuel Weight. هنتكلم عنه. الـ Maximum Take Off Weight. وزن الإقلاع. الـ Maximum Taxi Weight. وزن المنورة الأرضية. اللي هو بيبقى قبل الإقلاع. الـ Maximum Landing Weight. وزن الهبوط. وخلينا نتكلم عنهم واحد واحد كده بالتفصيل. فحنبدأ الأول بحاجة اسمها الـ Operating Empty Weight. يعني ايه Operating Empty Weight؟ او وزن التشغيل الفارغ. قالك ده وزن الـ Structure. جسم الطيارة. الـ Power Plant. محركات القوة اللي فيها. الفنشينج Systems. وت존いう основات من الهاتب المحدودамиji ، وتعمل من الجسود. أو جزء متو ايه.. النقذ من ايه طيار. 而且 الـ Operator الـ إلى جانب ده وزن التشغيل الفارغ على تكيه. جسم الطيار. الـ Power Plan naar المحركات. وحم rosinessers. الكراسي اللي جوه الطيارة. الـ Systems and other items of equipment. أي equipment جوه الطيارة. بتعتبر جزء لها تجزء منها plus كمان الـ Operator's items. يعني أي Operator's items؟ مين الـ Operator؟ مين الـ Operator يا أولاد؟ اللي هي خرفة القيادة ومحركاته كده؟ الـ Operator ده اسم فاعل. صح؟ الطيارين والمضيفات؟ أيوة. بالضبط. Operator في اللغة الإنجليزية ده اسم فاعل. ماشي؟ اللي بـ Operator اللي بيشغل الطيارة. يبقى مين اللي بيشغل الطيارة؟ الطيارين ومش الطيارين بس. الطيارين والـ Cabin Crew. يعني ايه Cabin Crew؟ الطيارين المضيفين اللي موجود معاهم بيسموهم Cabin Crew والمساعدين بتاعهم. تمام؟ فقال لك The Operator's items are the Flight and Cabin Crew. ماشي؟ The Flight and Cabin Crew كل اللي تقم الطيارة. ماشي؟ and their baggage. والأوشاط بتاعتهم. وـ Unusable Fuel. الوقود الغير مستخدم في الرحلة. والـ Engine Oil. الزيوت المحركات. والـ Emergency Equipments. الـ Emergency Equipments. الحاجات الفيسو. الحاجات اللي بتستخدم في حالة الطوارئ. الـ Toilet Chemical and Fluids. الحاجات اللي موجودة في الحمامات اللي هي بتاعت النظافة ومش عارف الصابون ومش عارف ايه الحاجات اللي بتاعت في الحمامات. الـ Gally Structure. الـ Catering Equipment. عارفين البتاع اللي بييجي في تلفزيون والناس بتاعدي كده. وتقول لك تشيكين ولا بيف؟ ومشتري. الـ Catering. اللي هي اللي هي اللي يقدم أكل المجموع. ده اسمه Catering. خدمة الأكل للمجموعات كبيرة. خلاص. The You Equipment. اللي بيستخدموها في الـ Catering. البسنجر سيتس. واللايف فاس. والدوكمنس. هم يقوموا معهم الدوكمنس بيسجروا فيها. الملاحظات العامة على الرحلة بتاعتهم كلها. فكل الأشياء تعتبر من ضمن الـ Operating Empty Weight. يبقى وزن الطيارة بكل معدات التشغيل والأشخاص اللازمين لتشغيل الطيارة. فقط من غير وقود. الوقود الذي موجود هو Unusable Fuel. الذي هو ليس بتاع الرحلة. احتياطي مثلا. فده اسمه الـ Operating Empty Weight. ماشي؟ بعد ذلك عندنا شيء اسمه الـ Maximum Pay Load. ومن اسمها أصلا بيتضح هي ايه؟ قال لك weight of everything the plane carries. whether this load was people or luggage or goods or all. أي شيء بقى للطيارة ستشغيلها. يندفع عليها فلوس يعني. سواء كان بني أدنين أو luggage. أو بضايع أو أي شيء من الثلاثة دول. كل دول مع بعض كده. ماشي. بعد كده قال لك الـ Maximum Zero Fuel Weight. Zero Fuel. يعني ايه Zero Fuel؟ كل ما دي بتديك حق بايه؟ الوقود المستخدم في الطائرة. Zero Fuel. الطائرة مفهاش وقودة بالطيف. خالص. 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 أيها خالص. ماشي؟ قال لك الـ Zero Fuel Weight ده. اللي بي اختصره MZFW. قال لك It is the sum of operating M2 Weight اللي احنا عرفناها مشوية. والـ Maximum Tail Low. طب الطائرة هتمشي ازاي بالكلام ده. تبقى كحساب وزن يعني بس. هو وزن نظري. تمام برافو عليك. هو وزن نظري. ماشي؟ قال لك الـ Maximum Zero Fuel Weight ده. عايزين نعرف بس. لو احنا جمعنا الـ Operating M2 Weight. اللي هو مفهوش Usable Fuel. هو فيه Unusable Fuel بس. وجمعنا الـ Maximum Payload أقصى حمولة الطائرة تقدر تشيلها. ماشي؟ جمعناهم اتنين مع بعض. ده هيدينا الـ Maximum Zero Fuel Weight. لكن مش بالضرورة دوت خالص يكون ده مطلوب عشان الحسابات النظرية. ماشي؟ ده وزن نظري يعني مطلوب عشان الحسابات النظرية. خلاص. بعرفه لكن مش بالضرورة ده يكون الوزن اللي ايه؟ اللي الطيارة هتعمل عملية الإقلاع بيه. اللي بعده بقى اسمه Maximum Take Off Weight. ماشي؟ قالك Maximum Weight for Take Off. أقصى وزن للإقلاع. As limited by the aircraft strength and performance requirements. ماشي؟ زي ما تحدد قوة الطائرة والperformance requirements بزعيتها. وقالك This is the maximum weight at start of the take off runway. ده أقصى وزن الطيارة هتقف بيه على العتب بتاع the runway. على the threshold بتاع the runway. ماشي؟ وبيوضح لك بقى And is made up of the operating empty weight. لا مش هينفع نحط maximum payload. لأن لو حطينا maximum payload. الطائرة مش هتقدر تمشي مفيش فيول. ماشي؟ فقالك عندنا flexible combination of payload and fuel. خلاص؟ تركيبة كده flexible بتتغير من ال payload ومن الوقود. طب هتتغير بناء على ايه؟ أنا كل مجال الرحلة مسافة الرحلة تطول. هحتاج وقود أعلى ولا وقود أقل يا باش منسين؟ أعلى. تمام. يبقى لطيارة ما بحجم ما. ماشي؟ يبقى أنا محتاج كل ما طول مدى الرحلة. ده اسمه range. هنتكلم عنه كمان شوية. كل ما هحتاج وقود ايه؟ أكتر. يبقى كل ما المدى يزيد. كل ما payload ايه؟ تقل. وعشان كده تلاقي الناس في الرحلات والناس اللي بتسافر وكلام من ده. تلاقي في الرحلات القصيرة. ممكن الناس يعني لما انت تبقى واخد شنطتك فيها زيادة كم كيلو. واخد مش عارف ايه. الناس تكون يعني متساهلة معك ومش تحسبك على الوزن كله. لكن لما يكون الرحلة طويلة بتلاقيهم restricted جدا بخصوص الوزن. ليه؟ عشان هو في النهاية بيبقى اه حاطة factor of safety لكن مش عايز يزيد عن عدد كيلو جرامات لكل شخص اللي هي هتتترجم لأطنان في الآخر لما يكون عندنا طيارة كبيرة وركاب كتير. ماشي؟ فقال لك الماكسمام تيك اوف ويت تاني هو الماكسمام ويت فور تيك اوف. الوزن الأقصى لعملية الإقلاع. as limited by the aircraft strength and performance requirements. اللي فادنا كله ما كناش بنقول بقى محركات الطائرة لان احنا ايه؟ دي كانت أوزان مش بيتم بيها عمليات هبوط ولا إقلاع. خلاص دي كانت أوزان بنتكلم عنها كده. اللي هي الأوزان النظرية اللي احنا بعد كده بقى لما نشوف أوزان الهبوط والإقلاع. هنشوف combination من الحاجات دي. وقال لك this is the maximum weight at start of the take off runway. على بداية ال runway. وقال لك and is made up of the operating empty weight. كده كده الoperating empty weight معاينة. and a flexible combination of payload and fuel. طيب. عندنا ايه كمان بعد كده؟ قال لك the maximum taxi way. طيب هي الطيارة احنا قلنا دلوقتي ال runway ده بيبقى حاجة زحمة قوي. وكل طيارة. دكتور. أيوة. الحالة اللي قابلة دي. أيوة تفضل. احنا كنا بناخد مثلا الاوزان بتاعت the live jacket والحاجات دي معانا ليه؟ وهي بالنسبة لوزن الطيارة نفسه حاجة ما لا تذكر يعني. ما فيش اي حاجة لا تذكر يا مش مانس. الحاجات دي في طيارات ال airbus عدد الركاب فيها بيوصلوا ل 300 و 400 راكل. تمام؟ تمام. لو كل live jacket ليه وزن انت شايفه ليوزكر مجموعة الحاجات دي. مع بعضه كده يذكر. خلاص؟ اوه مش بياخد ده الواحد. لحجم الطيارة برضو. اه 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 اه. كل حاجة موجودة في الطيارة. ممكن نقول الورقة لا يذكر هم ما يكتبهم ملحظات الطيارة على كام ورقة. فما عادش ينفع ان انا اقول حاجة لا تذكر انا كل الاوزان بالكامل لازم اخدها معايا في الاعتبار. ماشي. انا انا اصد ان انا اخد الاوزان دي اما باخد فاكتور اوف سيفتي. لازم الاول اعرفها كلها كان. ماشي. وبعدين بعد كده ابقى اخد قصة الفاكتور اوف سيفتي دي. لان احنا لسه جاي عندنا طبعا دي حاجات ما تخصناش احنا دي حاجات تخصوهم في الاوبريتين. لسه جاي عندنا ركاب اللي مع شنطة زيادة واللي معايا مش عارف ايه. واللي هاخد شنطة معايا مش محسوبة اصلا جوه الكابينة. ماشي. فالحاجات دي كلها حاجات اللي لازم تتعرف ولازم تتحسب فهي كلها دخلة معايا. ماشي. احنا ممنعودش على فكرة احنا ممنعودش نجمع. بيدوي يعني. احنا احنا كدزاينرز احنا ممنعودش نجمع. احنا بيجيلك وزن الطيارة بالكامل. خلاص. في اصلا ملف من الف ايه ايه الفيدرال افياشن ادمنستراشن. هكلمكو على الايكاو والفيدرال افياشن ادمنستراشن فكروني بالموضوع ده. ماشي. دول منظمتين اللي بيحطوا القواعد العامة للطيران المدني في امريكا وفي العالم. خلاص. الايكاو والف ايه ايه. البرنامج بتاع الايف ايه ايه بتاع الديزاين. عاملين زي اكسل شيت كده في خواص كل الطيرات او معظم الطيرات. وخواصها والاوزان بتاعتها احنا بنعودش نجمع اي حاجة. بس ايه الفكرة ان الحاجات دي لازم تكون معروفة للديزاينر. عشان ياخد ده في الاعتبار لما بيجي يعمل الديزاين. برنامج التصميم اللي اف ايه عامله. هو اصلا الاوزان دي انكوربريتت جوه السوفتوير بتاع البرنامج. ماشي. احنا كل اللي مطلوب مننا نعرف هي الاوزان اللي البرنامج بيستخدمها. تمام. لانه التصميم ساعد عملية الاقلاع غير التصميم ساعد عملية الهبوط. وعشان كده هتلاقينا حالا بنتكلم عن الماكسمام تاكسي ويت. وبعدين بنتكلم عن الماكسمام تاكسي ويت. وبعدين هنتكلم كمان عن اللندنج ويت. لان التيارة وهي نازلة اصلا. لما تيجي تخطط. العجل بتاع هينزل على الارض. هو المفروض ان الحملة خف. بمقدار وقود الرحلة. صح؟ مش هيك تطلع بوقود. والوقود ده استهلكته وهي في الرحلة فوق. ايه اكيد. تمام. لكن برضو احنا لازم نعرف الوزن ده ايه. عشان لما نيجي نوع الانتر اكشن اللي هي الصدمة. اللي عجل التيارة بيعملها على الانوي. ساعة الهبوط. بختلف عن نوع الحركة. ساعة الإقلاع. وبالتالي لازم كل ده يؤخذ في الاعتبار. تمام. خلينا نقول ايه الوزن اللي بعد كده. اللي هو الماكسمام تاكسي ويت. قالك ده الماكسمام ويت فور جراوند منوبر. يعني ايه فور جراوند منوبر؟ المناورة الارضية. احنا قلنا ان الانوي ده بيبقى حاجة مشغولة جدا. وحاجة احنا عايزين نزود السرعة بتاعتها. فبنحاول اننا نخلي باسرع ما يمكن. عشان يبقى مناسب لانه يعمل عمليات اهبوط واقلاع. نقدر نزودها على قد ما نقدر في الساعة. بحيث ان هي تزود الكباستي بتاعت الارانوي. ايه فبيحصل ان الطيارات بتطلع من مكانها. مانشي؟ وتبتدي تنتظر على بداية الارانوي. طب هو فين مكانها؟ يعني هي بتطلع من اين؟ الاول الطيارة خالص طبعا بتمر بعمليات السيانة والشيك اوب ويتأكدوا ان هي سليمة والوقود موجود فيها والمحركات سليمة وكل حاجة. في الهنجر الاساسي بتاع الطيارات لها حظيرة الطائرات. بعد كده بتطلع تروح على الجيت البوابة اللي الناس بتروح تركب منها ويبتدوا يعملوا عملية الكارجو وتعبئة اللاجج او الامتعة فيها. وتفضل واقفة في البوابة لحد ما يتكتمل عملية البوردينج وبعدين تطلع الطيارة من البوابة تبتدي تمشي لحد ما توصل لي بداية الارانوي. طب هي بتروح تمشي على طول على اول الارانوي ولا بتروح لو لقت بداية الارانوي مشغولة بتبتدي ان هي تقعد تلف شوية لحد ما ايه ما تقدر تيجي تقف في الهولدينج ايبرون وبعدين بعد كده بتعمل عملية الاقلاع. طب شوية اللاف اللي هي بتعملهم دول بيسموا الجراوند منوفر او المناورة الارضية. تمام؟ فبيقولك ده الماكسما مويت فر جراوند منوفر اس لميتد باي ذا ايركرافت سرينس ريكوارمنت. وقالك كمان قلت لك دي حبة بسيطة قوي اعلى من الماكسما مويت اللي احنا لسه معرفينه شوية. قلت لك اللي هو ايه ان هي تطلع من الهنجر تروح لحد البوابة. وبعدين تعمل تاكسينج او منوفر المناورة الارضية تفضل تتمشى كده لحد بداية الرانوي. الكمية دي من الوقود بتنقص قبل الرحلة ما ايه ما تطلع. خلاص؟ وقالك مويت 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 مويت. ماشي. طب لو جينا نبص هنج. هو الوقود اللي هي هتستهلكه في حبة الماشي جوه الرانوي. ماشي. مقارنة بوقود الرحلة. شيء ايه اسكر؟ لا. طب شمعنا بناخده وناخد الوزن دا والوزن دا معينا؟ زي ما انا ما اخدنا الوزن التعليف يا. برابو عليك. لان ما فيش حاجة ينفع ينفع نهمله. اي وزن مهما كان في وجهة نظرنا شايفينه ان هو بسيط. لازم ناخده معنا في الاعتبار. تمام؟ اخر وزن من مكونات الاوزان بتاعت الطيارة. قال لك المكسوم لاندينج ويت. الام اللي دابع. اللي هو ايبقى المكسوم لاندينج ويت. قال لك ماكسوم ويت فور لاندينج. and is less. طبعا اقصى وزن الطيارة تقدر تعمل هبوط به. and it is less than take off weight. اقل من وزن الاقلاع. by the amount of the fuel burned during a flight. بكمية الوقود اللي تم حقها او استهلاكها اثناء الرحلة. ماشي. طيب. الweight components of aircraft دي. مش المفروض ان هي بتتغير من طائرة لطائرة. اكيد. بربو عليكم. يعني المفروض القيم دي بتتغير من طائرة لاخرى. تمام؟ طب احنا الديزاين بتاعنا بيبقى على اي طيارة. طائرة المدنية. ايه؟ طائرة المدنية. ايه؟ مدنية. 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 طب ما خلاص. احنا يعني نعرف اكبر طائرة وخلاص ومناش دعوه بالباقيين. ايه رأيكم. الكلام ده. ايه رأيكم. لا ما هو ممكن. نوصل لليكونام برضو. في الweight components. في الweight components. لما بيجي نعمل structure design. احنا هنعمل فعلا كده. ناشي. هنصمم على اكبر طائرة. خلاص. لكن. في التصميم الهندسي. انتم عارفين بتعلي ان انا في الترمي الأولاني في الطرق. فاهمتكم الفرق كويس ما بين التصميم الهندسي. والتصميم الانشائي. صح؟ ايه طمام. احد فكر الفرق؟ زي مهندس العمرة ومهندس المدني كده مهندس الانشائي. بربو عليك. اولا حدد. التصميم الهندسي بيهتم بالابعاد. ماشي؟ الابعاد يعني نتكلم عن ايه؟ عن طول الـ runway. عرض الـ runway. الميول الجانبية. الميول الطولية. صح؟ ماشي؟ نفس الشيء بالنسبة للتاكسيوية. انصاف اكتر الدوران لما الطائرة هتبتدي تخرج من الـ runway عشان تتخل على التاكسيوية. الطول المطلوب ان الطائرة تمشي لحد ما نعمل لها exit taxiway. ما احنا هنحط مجموعة من الـ exit taxiways. فلازم يبقى فيه exit قريب للطائرة الصغيرة. و exit بعيد للطائرة الكبيرة. تمام؟ طب ما عملناش هنوفر ونعمل exit واحد بعيد. طب ما احنا كده هنشغل الـ runway ونمشي الطائرة الصغيرة بدون داعي على الـ runway لحد اخر. ماشي؟ فلازم هناخد في التصميم الهندسي هناخد كل الطائرات معانا. في التصميم الانشائي الشغلة هيبقى على طبعا اكبر طائرة بتستخدم المطار. تمام؟ اهلا سمعت يا دكتور. هو الفرق ما بين الـ taxiway والـ apron way؟ الـ apron way؟ ما فيش حاجة اسمها apron way اسمه holding apron. دي منطقة ما بتبقاش طريق طويل زي الـ taxiway. دي بتبقى منطقة كده يعني زي منطقة تخزين. الطائرات بتستنى بعض الحد على بداية فيه نوعين من الـ apron. فيه حاجة اسمها holding apron. بيبقى على اول الـ runway منطقة فاضية كده على بداية الـ runway. ماشي. عشان الطائرات تدخل منها تخد دورها عشان تعمل عملية الإقلاع. وفيه ايبرون كبير ما بيبقاش قريب جدا من الـ runway كده اللي هو منطقة صيانة الطائرات. اللي هو الهنجر يعني؟ زي الهنجر. ماشي. الهنجر حزيرة الطائرات اللي هي تتخزن بقى طويلة فيها. الـ apron منطقة صيانة منطقة عمل طول الوقت. ماشي. الجادول اللي قدامنا في مجموعة من الطائرات. والأوزان بتاعيتها. ودلوقتي احنا كنا بنقول ان الطائرة لو جاد تخش على الـ runway لقى ان هو فيه مسلا طائرات. بتعمل لعملية المناورة وبعد كده بتروح تاني عند الـ runway. طب دلوقتي طب ما فيه holding apron. ليه هي مش بتوقف تستنى فيه بدل ما تعمل موضوع المناورة ده. يا أولادي العزاء انتم ما بيكونوا صبر. الـ holding apron لما نيجي ان شاء الله نشتغل عليه. الـ holding apron ده منطقة بتتصمم عشان تستحمل انتظار. يا اما طيارتين يا اما اربعة. طب لو انا عندي طيارات كتيرة جدا ومستنية بعضها. مش هينفع كلهم يقفوا في الـ holding apron عشان يستنوا مكان. الـ holding apron ده بيبقى منطقة بتنتج من ان ايه. بصوا كده انا عندي runway وعندي taxiway مقابل لي. خلاص فدول طريقين ايه متوازين والمفروض قريبين من بعض. بمسافات معينة طبعا هناخد الكلام ده كله لما نيجي نصمم الكلام ده. المنطقة اللي ما بين الطريقين دول يعني عارف اليو تيرن اللي بتلف من دل ده مثلا. هو مش يو تيرن ولا حاجة. المنطقة دي بنرصفها كويس. واسمها الـ holding apron وبنصممها بنوصفات معينة طبعا ومعين معينة. فهي بتكفي من طيارتين لأربع طيارات. بعد الـ holding apron تحط فيها طيارتين. بعد الـ holding apron تحط فيها أربع طيارات. منشي. فمش هتاخد لو أنا عندي المطار كبير وعندنا عشرة خمستاشة عشرين طائرة مستنين بقى. مش هينفعوا كلهم يكونوا موجودين على بداية الـ runway. كده جاوبت على سؤالك؟ تمام. الجدول اللي قدامنا بيقول ايه؟ الجدول اللي قدامنا بيحاول يقول لنا كده الأوزان بتاع بعض انواع الطائرات. مش كل انواع الطائرات. والجدول مش للحفظ الشريف. ناشي. الجدول مش للحفظ عموما. فيه جدول معين انا هقول لكم عليه. لازم تحفظوه زي اسموكو لان ده زي الـ classification بتاع الطائر. خلاص. طيب. إنما الجدول ده اللي قدامنا حلم ده مش للحفظ خالص نهائي. ده مجرد جدول للاطلاع. تمام. بنبص فيه على بعض انواع الطائرات. بيقول لنا أنا عندي الـ aircraft type مثلا. الـ 747-400 دي بوينج. وقال لي المكونات الأوزان بقى بالألف بونج. قال لك الـ take off مش عارف 800. الـ landing 574 ألف طبعة. الـ operating empty weight 391. الـ field lance للـ take off مطلوب 11000 feet. الـ field lance للـ landing مطلوب 7000 feet. الـ speed. الـ cruise speed. هتعرفها يعني ايه cruise speed دلوقتي. بـ 495 knots. 495 عقدة. الـ range والـ payload. كنا اتكلمنا من شوية صغيرين على حاجة اسمها range والـ payload. وهنتكلم عنها تانية دلوقتي بالتفصيل. الـ range قلنا المدى. ماشي. اللي هو طول الرحلة. والـ payload الحمولة النفعة. واتفقنا. ان نفس الطيار بنفس المحركات. كل ما الـ range زاد. ماشي. كل ما الـ payload حصل لها ايه. عد فاكر. عد قيله. ليه. لان كل ما الـ range زاد. كل ما انا محتاج. كمية وقود. اعلى. تمام. فهنا بيقول لك. الـ range at maximum payload كام. والـ maximum range payload كام. يعني لو انا. كل ما استخدم الـ payload maximum. ماشي. يديني range الـ. طب لو انا. عايز اقصى range. اقصى مدى. فقال لك في الحالة دي الـ payload هتقل. فيبقى الرقم اللي موجود عندنا. في الآخر. وبرده زي ما قلنا. مش مطلوب مننا حفظ. بس على سبيل المثال يعني. قل لك. الـ range at maximum payload. الـ payload maximum هيكون. على سبيل المثال الاول طيارة. اللي هي الـ Boeing 747.400. قل لك. الـ maximum payload 144.000. الـ range. ساعتها هيكون 6,67 ميل جوي. لكن لو قلنا اقصى range بقى. فاقصى range قال لك. هيبقى 7,670 ميل جوي. وساعتها الـ payload. للـ maximum range. هتبقى قيمتها 40 ألف باوند بس. فنشوف الرقم بيقى اللي قديه في 100 ألف باوند. قال له هو. لما قلنا هنمشي لحد. الـ maximum range. طب العلاقة ما بين الـ range والـ payload. طبعا الجدول مش حفظه خالص. بس خلينا نبص بالشكل كده. اللي قدامنا ده. فيه فجر. أو chart. بيدل عن. العلاقة ما بين الـ payload والـ range. للنوع المختلفة للطائرات. فقال لك تاني هنعرف الـ range. تكلمنا عنه أكتر من مرة ونعرفه تاني. قال لك range is the distance. and aircraft can fly without stopping for taking fuel. أقصى مسافة الطائرة تقدر تمشيها. من غير مطاقف عشان تحط وقود. تمام. فقال لك لو رسمنا على المحور الأفقي كده. سوري. لو رسمنا على المحور الأفقي. الـ range. بالأميال الجوية زي ما قلنا. نيوتيكالمايلز. ورسمنا على المحور الرأسي. الـ payload. بالألف bound. للطائرات المختلفة. خلينا ناخد واحدة واحدة. عشان شكل ما يكونش بلاقبط قدامكم. خلينا مثلا ناخد 747. 200F اللي أنا بشاور عليها بالماوس. بص كده شكل العلاقة بين الـ range والـ payload. أعمل إزاي؟ الـ payload عندما فيش range خالص. يعني maximum payload. قال لك 250,000. وتفضل 250,000 الحاد لما نوصل الـ range 3,000. وبعدين نبدأ إيه؟ ننزل لـ payload. لو أنا وصلت إلى 7,000. خلص ما فيش payload بصفر. ناشي. فطبعا هم الكلام ده بيتكرر لكل الطائرات. لكن شكل العلاقة بيختلف على حسب محركات الطائرة. في طائرات أقل. ممكن يكون الـ range بتاعها أعلى. لكن الحمولة بتاعتها أقل. وده معناه إن احنا بنتكلم على طائرة حجمها وعدد محركاتها أصغر. وبالتالي قوة محركاتها أصغر. عشان الحمل يعني اللي حتشيله. فمثلا على سبيل سال شايفين الـ DC 1030 دي. الـ range بتاعها كبيرة هو بيوصل لحد 6,000 ميل. لكن الحمولة بتاعتها بيوصل لحد 100,000 باوند بس. ناشي. فالشكل ده بيتغير على حسب قوة وحجم الطائرة. لكن الحاجة السابقة إنه قيمة الـ range. كل ما تزيد كل ما الـ payload يحصل لها إيه؟ تقل. لحد كده الدنيا مفهومة بالنسبة لكم. كده الدنيا مفهومة بالنسبة لبعض. في حاجة بقى عايزة أكلمكم عليها كمان. اللي هي الـ wheel configuration. اللي هو ترتيب العجل بتاع الطائرات بالنسبة لبعضه. وتفتكروا ده بيهمنا ليه؟ يعني لما يكون حملة قيل وعجلة واحدة أحسن؟ ولما يكون حملة نفس الحم وعجلتين جنبه بعض. أو اتنين قدامه اتنين موارع. أو ستة عجلات أحسن. كل ما زاد العجل يزيد أحسن؟ كل ما العجل يزيد أحسن. مضبوط كلام مضبوط. ليه تفتكروا؟ عشان مساحة التلامس. الحم يتوضع على المساعدة. ماذا هي أولاد؟ مزود المساحة التلامس؟ مزود المساحة التلامس؟ مزود المساحة التلامس؟ كل ما الإجهاد هيقل. وبالتالي كل ما أنا حصلت على تصميم أفضل. واقتصادي أكثر. ماشي؟ شكل العجل يتنوع من طيارة لطيارة. لو بدينا بأبسط الأشكال، فإحنا عندنا أول ماوس شايفينها؟ عندنا السنجل ويل. معلش الماوس بتعلق شوية. بسم الله. السنجل ويل شايفينها؟ أحنا طبعاً عندنا مجموعتين من العجل. خلاص. مجموعة اسمها مجموعة النوز جير. ومجموعتين اسمهم المين جير. ماشي؟ النوز جير كلمة نوز. نوز يعني كلمة أنف. بتقالها على إيه؟ بتقالها على كبينة الطيارة. ماشي؟ لأنه كبينة الطيارة بتبقى مدبمة من قدام شبه الأم. خلاص. فالنوز هي مقدمة الطيارة. فيه مجموعة عجل كده بتبقى تحت النوز على طول. وفيه وراء مجموعتين عجل موزين لبعض زي عجل عربية. مش عجل عربية. بقى فيه أكس كده واصل ما بين العجل اللي على يمين والعجل اللي على الشمال. هنا نفس القصة بس ما فيش أكس. لأن العجل ده كله بيترفع لما الطيارة ايه بتطلع فوق في الهوا عشان ما يعملش مقاومة هوى في السرعات العالية. خلاص. فعندنا مجموعتين وراء بسميهم المين جيرز العجل الأساسي. ماشي وعندنا مجموعة قدام اسمها النوز جيل. فإحنا عندنا السنجل ويلز بيبقى عندنا عجلة قدامه وعجلتين وراء. طبعاً ده بيبقى في طيارات صغيرة قوي. اللي هي طيارات المبيدات وطيارات صغيرة قوي اللي هي طيارات الرحلات الخاصة بقى والطيارات الخاصة وكلام من ده. بعد كده عندنا الديول ويلز. دول يعني ايه؟ بدأ ما أخط عجلة واحدة كده سنجل لوحدها. أحط عجلتين جنب بعض. ماشي. فيبقى عجلتين جنب بعض. وزعنا مساحة الإجهاد وزودناها. طب الأحمال بدأت تزيد. برضو احنا عايزين كل ما الأحمال تزيد كل ما بقى توزيع الإجهادات. احنا عايزين إجهاد وليل. فكل ما بقى توزيع الإجهادات أحسن. فيبقى عندنا دول ويلز وعندنا دول تاندم. يعني أي دول تندم؟ عجلتين جنبه بعد قدام وعجلتين تانين وراهن. ماشي؟ طب ممكن يكون عندنا توزيع أكتر من كده. قال لك عندنا ممكن يكون عندنا TD2D2D2 اللي هو أيه؟ double double tandem. يعني ايه؟ جي على المجموعتين الأساسيتين وقال لك إيه؟ أنا كنت هنا موزع المجموعة الأساسية اللي في اليمين والمجموعة الأساسية اللي في شمال بتوع المين جير كانوا أربع عجلات. عجلتين قدام وعجلتين وراه. هخليهم كل مجموعة منهم ثمان عجلات. أربع عجلات قدام واربع عجلات وراه. كل عجلتين جنبه بعد. ماشي؟ طب في غير كده كمان قال لك آه 3D2 اللي هو triple tandem. اللي هو عمدنا عجلتين جنبه بعد ثلاث مرات وراه. ماشي؟ طب في غير كده فيه configuration منهم 2D3D2 اللي هو double tandem plus triple tandem. عجلتين جنبه بعد وعجلتين جنبه بعد وراه بعد. وبعدين عجلتين جنبه بعد ثلاث مرات وراه بعد. ماشي؟ الكلام ده بيحصل في المجموعة اليمين والمجموعة اللي على الشماء. تمام؟ اللي هم main gear. طب في غير كده كمان؟ آه. بصوا كده دي ترتيبة تانية لنفس الموضوع. قال لك السنجل ده المين ويل. المين ويل ديول. الديول tandem. المين ويل توين. توين عجلتين كده لازئين في بعض. خلاص. المين ويل توين توين. عجلتين لازئين في بعض وجمعهم عجلتين لازئين في بعض. قال لك ده basic wheel configuration اللي احنا شفناهم في دول سلايدز دول. طب فيه حاجات تانية غير كده؟ آه. بس احنا همنا لقى الحاجات اللي هي ايه؟ ال basic يعني. فقال لك انا بيبقى مطلوب مني اعرف الابعاد بتاع العجل دي عشان لما اجي احسب الاجهادات ان شاء الله. فيبقى لو انا عندي عجلتين دول. ذكر لك اهو اشكال الطائرات. وقال لك مسافة اكس في انواعي يعني الطائرات. في الطائرة دي سي بتسوي كذا. والدائرة البوينج 737 بتسوي كذا. وعطاك الهواء اللي بيبقى موجود داخل الاطارات. فيه تاييرات تانية. طبعا دي تاييرات الدول. الدول تاندم قال لك فيه مسافة اكس. اللي هي مسافة بين العجلتين اللي جنبه بعض. ومسافة واي ما بين العجلتين اللي قدامه والعجلتين اللي وراء. من السنتر لاين للسنتر لاين طبعا. وبرضو عطانا امثلة للطائرات اللي بشكل دوا. وادانا الانفليشن. ضغط الهواء داخل الاطارات بيسوي كين. فيه كذا نوع مش مطلوب برضو مننا لنحفظ ابعاد ولا اي حاجة. دي امثلة كده للاطلاع فقط. ماشي. دي امثلة للاطلاع فقط. فيه بقى حاجة كان حد من زمالكم من كام سنة كده كلمنا عنها. فحبينا ان احنا دايما نحطها في المحاضرات. فيه طيارات بتبقى مش فيه منها في العالم كتير. زي الطيارة اللي قدامنا دي اللي هي انتي نوف 225. دي طيارة روسية طبعا. طيارة كبيرة جدا. بصوا للويل كونفيجريشن بتاعها كده. شايفين العجل الاساسي اللي ورا عامل ازاي. كم عجلة جنبي باع. ورا بعد سوري. تمانية. تمانية. برافو عليكم. العجل اللي بالشكل ده. او الطيارات اللي بالشكل ده. مش موجودة كتير. وما الحقيقة فيه منهم في العالم اتنين بس. اللي شغالين. بيتنقل فيها حاجات تقيلة جدا. بيتنقل فيها معدات حربية وقطارات. وحاجات كبيرة جدا. ماشي. احنا كدزاينرز مش دايما الحاجات دي بتبقى مطلوب مننا ان احنا نعملها. بس دي برضو عشان نشوفها شكلها ايه. والمطارات اللي مفروض الطيارات اللي من النوع ده هتنزل فيها. بتبقى متصممة على ان هي تتحمل السترس الناتج عنها. طب احنا بنحسب بقى احمال العجل ازاي. قالك فيه حسب بسيطة كده لو احنا بنحسب رافلي يعني. عشان نعمل دراسة مبدئية للمطار. فقالك بنوزع اللود بين المينجير والنوسجير. التوزيع دي بتعتمد على نوع الطيارة. لكن التوزيع الرافي اللي احنا بنعملها عشان نعمل مثلا مقايسة ابتدائية. عشان نترح مطار او كلام نندون. قالك ان انا بوزع 5% من الجروس ويت من الوزن الكل للطيارة. على النوسجير العجل اللي تحت الكمينة. و95% على المجموعتين بتوع المينجير. ده يعني ان لو انا عندي اربع عجلات مثلا. في كل مجموعة رئيسية. فبنوزع ال95 على المجموعتين الاول. وبعدين نوزع ال47 ونص دي على كل عجلات فيه. ماشي. ده برضو نوع من انواع الحسابات التقريبية. مش ده اللي بيحصل في الحسابات بالضبط. الموضوع اكبر من كده شوية. بس ده بشكل تقريبي كده ايه. هنحسب احمال العجل في النوسجير وفي المينجيرز ازاي. انا للأسف عارفة ان المحاضرة ساعتين. بس انا يعني مضطر استأذنكم. لان انا عندي حاجة مهمة جدا في الجامعة. ولازم اروح الجامعة دلوقت. فهنا توقف هنا. عند مكونات size of aircraft. وهنكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. اعتقد انتوا بدأتوا تختاروا. والناس بدأت تستقر على. انا بس محتاجين نعرف يا دكتور. المجموعات اللي احنا قسمناها ست مجموعات. كل مجموعات تابعة معني دكتور. مع حضرتك انا ومع دكتور اسلام. بتتكلموا على المشاريع صح؟ اه. انا بعتها لدكتور اسلام مبارح. وبكرة هبعث لكم الجدول مين مع مين ومين معايدين وكل حاجة. وهنبدأ ان شاء الله على بكرة كده نوزع عليكم كمان الشغل بتاع المشروع. ادتاني. او. خلاص تمام. ماشي. 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 في حاجة تانية علاقة بالمطارات مش بالمشروع. الموعيد في رمضان هتتغير. موعيد محاضرات. احنا الاسبوع جاي ان شاء الله. في احتمال كبير جدا ان محاضرتنا جاي يكون اول يوم رمضان بمشيئة الليه. ماشي. 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 بسفة عامة يعني ان كل موعيد هتتغير. وممكن كل دكتور مثلا بيغير. اه يعني فرحته كده. كان السنفة تحصل كده. طيب. انا معرفش لسه. دكتور ياما كنا بمنزل الكلية بس بتعرف الولاين مش هغيره. طب طب احنا هنشوف لانه احنا برضو احنا 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 معايد الجدوى بتاع الفيس تو فيس. انه احنا كل اربع اسابيع هنتقبل مرة. اوكي. فده معنى انه انه اه. يعني على خمستاشر رمضان كده احنا هنتقابل فيس تو فيس. فانه اسيوم ان الجدول هيبقى فيه تعديل. لو وصلوكم التعديل قبلي هل اقدر اتعشى من حد فيكم يحاول يتواصل معي واقول الموايد الجديدة؟ اكيد اكيد. الشرشابي موجودة. اه اتواصل مع غيرك دكتور. الله يكرمك. اه هو برضو انتو كان فيه ليكم منذوب للدفع كلها. فانا معرفش هو معنى في المطارات ولا لا. فمش عارفة التواصل هيبقى عن طريق تليمون. اوه معنا في المطارات بس هو مس مش موجودة النار ده. مش مشكلة بس اقصد انت هتقدر توصلي بسهولة. لكن انا كمان عشان اقدر اوصل لك وعادي ان انا اتصل بيه لانه هو معنا في المطارات. مش كده؟ اه هو معنا في المطارات محمد السيد. طب تمام. طب تمام. وفي برضو دكتور شرشابي دوت معنا في المطارات ومعنا في المشروع برضو ايما موجود. طيب طيب. ممكن اللي انا مش معي رقمه. انا عرف اسمه محمد بس معرفش محمد ايه. مش رشابي. طب خلص. طب خلص. طب خلص. ممكن الناس دي تبعثلي ارقام تليفوناتها عشان تتأكد هيدي الارقام اللي معي ولا لا. طب. ماشي حاضر غدب. طب خلي محمد السيد لي بعطي رقم وهو بعطي رقم. حاضر. انا متشكري جدا لكم. كل السعود طيبين. حاضر. طيب طيب. ربنا ان شاء الله على السيام والقيم وعلى المذاكر ربنا يوفقكم. عايزين حاجة؟